ممثلوا لعراق في الاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق تطهير أكثر من 53% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية وقال عبد الرزاق في تصريح صحفي إن المساحات الملوثة المتبقية تقدر بنحو 3000 كم مربع وأوضح أن المناطق جنوبية وخصوصا البصرة تعد الأكثر تلوثا بالعراق وتأتي بعدها المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ومن ثم محافظات الفرات الأوسط